بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم ودتنا التدخل المبكر للفصل الدراسي الثاني عنوان لقاء الإعاقة الجسمية والصحية أهداف لقاؤنا لهذا اليوم سوف نتعرف اليوم على المستلزمات المكانية والتجهيزية في مدارس ذوي الإعاقات الجسمية والصحية أولا نعرف أن من ضمن فئات التربية الخاصة هم فئات الإعاقات الجسمية والصحية نريد الآن أن أعرف الاعتبارات الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقات الجسمية والصحية أولا إزالة الحواجز المادية التي قد تمنع من دخول الطفل ذوي الإعاقة الحركية إلى المدرسة تعديل المداخل بحيث تكون المداخل واسعة وجود مصاعد للأطفال ذوي الإعاقة الحركية أو العاقة الجسدية حمامات ومرافق المدرسة اثنين ترتيب المقاعد بحيث يستخدم الكرسي المتحرك أو العكازات بحرية ولا يصطدم بالأشياء هذه نقطة جدا مهمة داخل الفصول ثلاثة تعديل أنماط مشاركة الطفل في النشاطات المدرسية والصفية بحيث يتم تجنيبه للمخاطر أربعة التعامل الصحيح مع الأطفال في حالات النوبات الصرعية والتشنجات وغيرها خمسة تنفيذ برامج وأنشطة تساعد الأطفال على المهارات العناية بالذات نحرص دائما على اهتمام الطفل بالمهارات العناية بالذات والمهارات الاستقلالية ستة مساعدة الطفل على تكوين اتجاهات واقعية نحو نفسه ونحو الضعف الذي يعاني منه هذه أهم الاعتبارات الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الجسمية والصحية نأتي الآن إلى المستلزمات المكانية والتجهيزية بمدارس ذوي الإعاقات الجسمية والصحية أولا المستلزمات المكانية والتجهيزية المطلوب توفرها في المدرسة مراعاة أن يكون حجم الأبواب واسع ليسهل دخول المعاقين حركيا وأن تكون مصنوعة من مواد خفيفة الوزن ليسهل على المعاق الذي يعاني من ضعف عدلات الأطراف أو من يستخدم أطراف صناعية من تحريكها بأقل جهد عضلي ممكن مراعاة توفير مواقف لذوي الإعاقات الجسمية والصحية قرب مدارس أو مداخل المدرسة مراعاة اتساع المساحة المخصصة لإيقاف سيارات ذوي الإعاقات البدنية استستجعي الحاجة إلى مساحة واسعة للدخول إلى البقعة المخصصة لإيقاف السيارة والخروج منها بسهولة هذه أهم التجهيزات التي يجب أن تتوفر في المدرسة من أجل اندماج الطفل ذوي الإعاقة الجسمية والصحية نأتي الآن نكمل تهيئة مداخل المدارس بما يسهل حركة دخول وخروج مستخدمي الكراسي المتحركة بحرية مراعاة انحدار حواف الأرصفة المودية إلى المدرسة ومرات المشاه لكي يسمح بتنقل ذوي الإعاقة الجسدية سواء الذي يستخدم الكراسي المتحرك أو العكازات أو الأرجل الصناعية توفير المصاعد الكهربائية وممرات المنحدرة لتسمح بالتنقل بين الأدوار تخصيص أبواب تفتح بمجرد الضغط على زر تلقائيا عند وصول الطفل ذوي الإعاقة أو أبواب تفتح من اتجاهين لكي تسمح بدخول الكراسي المتحركة هذه أهم التجهيزات التي يجب أن توفرها في المدرسة أنتقل الآن إلى المستلزمات المكانية والتجهيزية بمدارس ذوي الإعاقات الجسمية والصحية البيئة المكانية داخل المدرسة ضرورة أن يكون فناء المدرسة ومرات مستوية وتكون مانعة من الانزلاق تسوية عتبات المداخل وإزالة العوائق لتسهيل تنقل الطفل توفير أرفف مكتبات متحركة لتساعد الطفل على التصفح بسهولة يجب أن يكون الكتاب الأقلام متحركة وقريبة من الطفل لو الإعاقة الجسدية أو نسميها الإعاقة الجسمية الصحية تغطية أرضية المكتبات بأرضية واقعة واقية من الانزلاق ليسهل تنقلهم خمسة توفير مقابض الأبواب الطويلة ليسهل استخدامها للأطفال ضرورة أن تكون الممرات داخل المدارس واسعة من أجل سهولة تنقل الطفل للإعاقة الجسمية عدم إبقاء الأسلاك الكهربائية على الأرضيات مما يمنع أو يحد من تنقل ذوي الإعاقة الجسدية تصميم ممرات داخل المدرسة بعرض ثلاثة متر لتسهيل تنقل ذوي الإعاقة الجسدية والصحية تصميم متكآت على الجدران تساعد الطفل ذوي الإعاقة على الانتقال بسهولة من الكرسي المتحرك إلى أي مكان آخر هذه أهم تجهيزات البيئة المكانية داخل المدرسة للأطفال ذوي الإعاقات الجسمية والصحية أن يكون ارتفاع الطاولة مناسب الطاولة المدرسية للطفل يجب أن تكون قريبة من كرسي الطفل أن تكون الطاولة خاصة بالطالب ذوي الإعاقة الجسمية مصممة بحيث تناسب من طول جذع الطالب توفير باب لغرفة الصف يمكن فتحه بشكل تدريجي إما أوتوماتيكيا أو ميكانيكيا على حسب الفصل موجود به الطفل أن يتوفر في الفصل ركن خاص للإستراحة للطلاب الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية كالأزمات القلبية كالسكري كالربو عشرة يراعى أن يكون مكان جلوس الطالب المعاق قريبا من المخارج الرئيسية للفصل مخارج الطوارئ أنتقل الآن إلى المستلزمات المكانية والتجهيزية المطلوب توفرها في غرفة الصف أن تكون الأبواب مماسك طويلة أن تكون دورة المياه قريبة من غرفة الصف توفير بابان لغرفة الصف أربعة أن تكون أرضية الصرف مغطاة لمنع الانزلاق تثبيت صبورة الصف على ارتفاع لا يتجاوز ستين ساتيك حقيقة يتمكن مستخدمين الكراسي من كتابة عليها أو أحرص أنا كمعلمة أن أستخدم الصبورة المتنقلة بها الطريقة وأعرض للطفل بعض المهارات وأوراق العمل وأستخدم مع الطفل الأقلام العريضة إذا كان الطفل يعاني من سعوة من الكتابة أعرض للطفل ورقة عمل لمهارة الجمع أبدأ بالرسم على جسم الخنفسة بوضع نقاط توضع عملية الجمع القسم الأول كم يوجد نقطة؟ نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يوجد خمس نقاط أكتب خمسة فالجدء الثاني أضع كم نقطة؟ واحد اثنان ثلاثة يبدأ الطفل بالعد واحد اثنان ثلاثة يكتب الطفل الرقم ثلاثة أستخدم الأقلام العريضة لتسهل على الطفل الكتابة خمسة زائد ثلاثة كم يوجد أمامي نقاط؟ كم يوجد أمامي نقاط؟ يبدأ الطفل بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية لدي ثمان نقاط على جسم الخنفسة ثمانية خمسة زائد ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ثمانية استخدمت أوراق عمل قريبا من الطفل استخدمت الصبورة المتحركة استخدمت الأقلام العريضة مع الطفل أنتقل الآن إلى آخر نقطة في لقاء اليوم دورات المياه يجب توفير مجففات كهربائية يكون ارتفاعها مناسب توفير مساند من القضبان على الجانبين لتسهيل الحركة للأطفال توفير مغسلة بارتفاع مناسب توفير مرايا ذات ارتفاع منخفض توفير حمامات ذات كراسي مرتفعة للأطفال إمكانية فتح الحمام من الخارج ليسحل إنقاذ الأطفال ذو اليعاقة الجسمية والصحية إذا تعرضوا إلى أي عارض الصحي وفي نهاية لقاءنا اليوم أشكر لكم حسن في تفاعلكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة